وقبل يوم أمس فقدت مكناسك شارية من ثواريح وإشتوانة من أطاطين عالما من علماء البلد استحق أن يكون عنه سلام هاهنا لتفاية أنه عالم وفقدان العالم من أشد المصائب على المسلمين لما سيأتي بعد بحول الله وذلك حيخنا وشيخ سيوخنا وإستاذ الأجيال إستاذ عبد الرحمن المؤذن رحمة الله عليه ولا أحد يخفى عنه هذا العلم فقدان العالم أيها المؤمنون مصيبة وأي مصيبة لأنما العالم يدفع من الشر عن المسلمين ما لا يعرف وما لا يدرك إلا بعد الممكن والعالم الحق هو الذي تقع به هذه الصفات وهو الذي تكون به ويكون به صفات العالمية وهي على ثلاثة أصناف أو أقسان فلا يكون العالم الذي شأنه هذا مما تحدثت عنه الآيات والأحاديث مما سأورد بعضه ليعلم خطورة ما يقع للمسلمين حينما يفقدون عالما ولا كأي أحد هذه الأصناف الثلاثة من العلم التي تقوم بالعالم ويقوم بها أولها علم بالشريعة ثم علم بالله ثم علم بالناس وحينما يختل ركم من هذه الأركان كما سأبينه بحول الله يقع فساد في الأرض كبير باسم العلم باسم العلم يقع فساد وإساد في الأرض كبير أنتر إلى قول رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا إن الله لا يقبض العلم انتزاعا وإنما ينتزعه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى لمن تخذ الناس رؤساء أو رؤوسا في رواية أخرى جهالا رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فاضلوا وأضلوا والحديث فيه من الدقة ما لو تدبره المرء وما لو تأمله الإنسان لا فزع فزعا كبيرا ليس فقط من الإفتاء وإنما حتى من مجرد نقل الافتوى التي قد تحرقوا الأخضار واليابس وقد تهدموا بدل أن تبنيه وقد تهبطوا بصاحبها وبمن عمل بها سبعين خريفا في النار بدل أن ترقى به في منازل الجنة والعياذ بالله فأفتوا بغير علم ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم جهال وخطورة هذا الجهل أن صاحبه يعتقد أنه على علم والعلم بالمفهوم القرآني الصريحي الفصيح غير ما يعتقدون وغير ما يظنون وإنما الجهل بلغة القرآن وبمقاصد الشريعة أدى إلى كوارث وإنما السبب الحقيقي في ذلك فقدان العلماء العلماء الذين هم حقا علماء حينما يفقدون لا يدرك من عالم من غيره لأنه وبضضها تتميز الأشياء اختلط الحابل بالنبي لأنئذ وقلت قبل أول العلم علم بالشريعة بأحكامها ومقاصدها ومراتبها ثم علم بالله وذلك قول الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما العلم بالشريعة فقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون فالعلم بالشريعة يورث صاحبه الربانية والعلم بالله يورث صاحبه الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء فملا ربانية فيه فلس بعالم إنما هو مدعي وضرره على الأمة أحد من ضرر الجاهل المعترف بجله وكذلك ضرر غير العالم بالله ممن لا خشية في قلبه وهذه الصفات تدرك بالمشاهدة والاحتكاك والعامة لن يجهل هذا يعني بالمشاهدة والاحتكاك مع الناس تدرك أن هذا الرجل له ربانية أم لا هل عليه نصحة من خشية الله أم لا إنما يخشى الله من عباده العلماء قال المفسرون هم العلماء بالله فها هنالك اقتضاء وتقدير وقال ابن عباس رضي الله عنهم كما وثابت في صحيح البخاري في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل وقول الله جل وعلا ولكن كونوا ربانيين الآية قال ابن عباس الرباني من يعلم بي صغار العلم قبل كباره يعني رأس المربي مربي يربي ويدرب الناس على الدين بالوحدة بالوحدة وبشوية بشوية لا يحملهم على الشاق من الأمور حتى لا ينفر وإنما يحمل الناس على الوسط وكلك هي الربانية وهذا هو العلم الحقيقي بالشريعة هذا العلم الحق بشرع الله من يحمل الناس على الوسط ولا يكون كذلك إلا إذا كان عالم الحقا بالشريعة ثم قبل ذلك وبعده كان عالم الحقا بالله لأن بقلبه من الخشيات والوارع ما يعرفه أن الله جل وعلا عليه رقيب إنما يخشى الله من عباده العلماء وأما الصفة الثالثة فهي منبثقة عن الأوليين وهي الحلم والآناة وتلك صفة من صفات الأنبياء ذكرها الله بصيغة في حق إبراهيم عليه السلام وبصيغ أخرى في حق رسولنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال بالمؤمنين رؤوف رحيم إذا لم تجد رحمة في قلب العالم يشفق على الأمة كشفقة الأمة على وليدها الرضي فيه لطف فيه رحمة فيه شفقة يخشى أن يحمل الناس على العنف فيضل فبه من هذه الجهة شفقة رحمة بالمؤمنين رؤوف رؤوف رحيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب حلم قال العلماء أواه شديد التأوه من قولك آه للتوجع سيدنا سيدنا إبراهيم عليه السلام كان إذا عالم أن الله سيعاقب قوما كما في قصة لطف يتأوه يتوجع مما سينزل بأولئك الكفار وهم كفار من عقوبة الله جلوان يتأوه حلم كان في الأنبياء من أولي العزم كان في الأنبياء من أولي العزم وأهل الخير جميعا من الذين تابعوهم من العلماء والمربين والربانيون وعجب أنك قد تجد من الناس يؤصل للعانة والمشقة توجد بعض الناس يبدأ يجب لك لأدلة على أن الدين فيه فيه العانة وفيه القول الغليظ كذبوا الله على الله وعلى دين الله المتارك فوصف الله أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حينما قال فيهم أشداء على الكفار روحى ماء بينهم فإذا كانت هذه الصفة الأمة في شموليتها فمن باب أولى وأحرى أن تتجلى هذه الصفة أجلى ما ستجلى وأوضح في علمائها ومن اختل فيه صحيح ركن من هذه الأركان الثلاثة أربانية التي هي ثمرة العلم بالشريعة والخشية التي هي ثمرة العلم بالله والحلم الذي هو نتاج ذلك كله فلا علم له وضرره على المسلمين أشد وهذه الصفات الثلاث جمعت في القرآن في كلمة واحدة الحكمة ومن يوتى الحكمة فقدوتي خيرا كثيرا حكمة وكانت الحكمة مقصدا من مقاصد التعليم عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة وإن كانوا من قبل لفضلال المبين حكمة فحقيقة حينما تفقد الأمة رجلا مثل هذا كيف كيف يملأ الصغر ويرد السلم ويبنى الأمة اليوم هي أحوج ما تقول إلى علمائها وصالحيها ولقد علم لمن صاحب الأستاذ وعرفه وعاشره أنه تحمل أمر هذا الدين داعيا إلى الله جل وعلا بعلم بشرع الله وبعلم بالله وبحكمة جامعة نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكيه على الله جل وعلا ولقد أوذي في الله رحمه الله أوذي في الله بما حمل من العلم العدل الوسطي والحكمة مع الأسف ومن أسوأ مظاهر الخلل في المجتمع وفي المسلمين أن يؤذوا أهل العدل والواسطي وأن يؤذوا العلماء الحكماء الربانيين ويل ليدين تمتدوا لأمثال هؤلاء ويل صيفة من أسوأ الصفات كانت في بني إسرائيل وويل للأمة التي تقلدها فيها من أسوأ الصفات لكانت في الهود حينما كان يبعث الله فيه من الأنبياء كانوا يقتلونهم ويصلبونهم ويرجمونهم من لكي يبعث الله تعالى النبي بني إسرائيل كيرجمه ومن لي موت كي ابن عليه قبة وشيء من هذا يقع بين المسلمين اليوم إذا ظهر فيهم الصالح الولي الداعي إلى الله رجموه بالقول والتهم والتزوير في حقه حتى إذا مات ندبوا وبنوا عليه قبة مادية أو معنوية ماذا يجذي بعده البكاء وقد ماض النفع الذي كان في هذا العالم في حياتي مع الأسفل كل شيء نقلب عليه في الحياة ديناه إلا البحث عن العلم والعلم كان قلبه شلي ونبحث لأبنائنا عن كل أشكال الترفيه والآب تتلقى رفد لهم الأشياء اللي ربك على كثلها رفد لهم المستقبل المادي دي الأبناء دي لهم بصورين ما كلفه الله بها صحيح أنك تختجه لإبن ديال كتدر له الأسباب وتعلمه كيف ينتج وليس يستهلك ولكن كان الصدول واحد درجة بسبب الوسواس ولهوس أنك تدر الخدمة دي الولدك اللي يقصي دياله بينما أبسط حقوق هذاك الأبن وهو أن يصحاب أهل العلم وأن يصحاب أهل الفضل وأن تجعله يتعرف على مجالس العلم والحكماء ما كان في كروليش وهذا من أسوأ مصائب هذا الزمان العلماء قليل وهذه صفة من الصفات التي حدث بها رسول الله عليه الصلاة والسلام عن زمان ما بين يدي الساعة كما سبق في الحديث الذي ذكر قبل ولكن يقبض العلم أو ينتزعه بقبض العلماء ويأسف الإنسان كي يتأسف أنه في بعض الأحيان ما يسيق الخبر أنه كان واحد العالم فلاني حتى كيوصل النعي دياله بعض الأحيان بل كثير من الأحيان مع الأسف ما كيكون عارف حتى بالوجود دياله وهو يسكن في مدينته ما يتعرف عليه حتى القلومات والأسواء من هذا أنه كيكون عارف ولا يهتم به لا يأبه لا كثير من العلماء من أهل الفضل ومن من كبر سنهم نزم منازلهم من يظورهم قليل 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 يموتون ويموت علمهم معهم وتموت حكمتهم وتضيع الأمة وتضل الجموع بسبب تولي أمر التوجيه الدين بشكل عشوائي شباب لا علم لهم لا بالشرع ولا بالله ولا بالناس لأن العلم بالناس كتعرف مصالح الناس ويخليك تعرف ضرورات الناس وضرورة العصر يعني المعرفة بالناس المعرفة بالزمان وأهله والليك يخلي الإنسان تكون عنده شفقة بالناس ورحمة بالناس وحلم بالناس كما قال علي بن أبي طالب كرم الله أجهه حدثوا الناس بما يطيقون أتريدون أن يكذب الله ورسوله العلم بهذه الصفات المذكورة بالأركان الأساسية العلم بالشريعة والعلم بالله والعلم بالناس ماشي غير اختصاص العلماء صحيح أن العلماء يجبوا أن يتمثل فيهم على خورة يصيقون تمتنين منه ولكنه أمر مطلوب من كل من المسلمين أي وحد أنا وأنت والأخر والأخر مطلوب منه يجدحقه من هذا الأركان الثلاثة من العلم لأن الله جل وعلا أناط هذه الوظيفة هذه عمقها بسيدنا محمد عليه الصلاة وعلمها لمن الأميين وذكرنا الآية هو هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم والتزكية التربية وتنمية الخير فيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وبدون هذا يكون الضرار ولذلك وإن كانوا من قبلنا في ضرار مبين أي حين أميتهم الأولى أي حين أميتهم الأولى على جاهليتهم وقبل ذلك احتى ولو بقيت في بعضهم أمة أبجدية ألف بائية فالأمية المفهومية ما حسب وخكت القصح بمعرشك ويقرأ المخ دياله العالم والقلب دياله العالم والأخلاق دياله العالم وهذا الذي يطلب منا اليوم أن نمحو ونسارع إلى نحو الأمية المفهومية قبل نحو الأمية الحرفية الهجاهية إذن غير تمحو الأمية الهجائية واتقر الواراق فقط وانتهي الأمر فلا قيمة لهذا وإنما محو الأمية الحقيقي حينما يتعلق ذلك بمحو مفاهيم الضلال في الأفكار ديالنا والأخلاق ديالنا ونمسحو الأمية ديالنا بالله نحن جهلاء بالله عندنا أمية خطيرة مستشرية فيما يتعلق بمعنى العلم بالله ولما يحصل من هذا المعنى يكون قد علم بالله على قدره مما يسر الله له وعلم بالشرع على قدر ما يعبد رباه وهو المعلوم من الدين بالضرورة ما عندش الحق انشي مسلم أنه أحكام الشريعة اللي كتعلق بالعبادات الشخصية دياله ما يكونش عارفها ما عندش الحق كي اسمه العلماء ما لا يسع المسلم جهله ما عندش الحق ما يعرفه معلوم من الدين بالضرورة ولا كذلك قصطون من العلم بالناس بش تكون الرحمة لأن قول الله عز وجل روح ماء بينهم أشداء على الكفار روح ماء بينهم هذه لا تستغرق العموم مش بعض المسلمين روح ماء بعضهم ما يكونوا روح ماء لا وإنما وارفضون تستعمل ذياء المستغرق لجميع أفراده كلهم المسلمين هذا المفرض فيهم أن تكون الرحمة مستشرية فيما بينهم وهو الحلم هذا هو لكي ورث الإيمان لكي تبتبه الله تعالى المؤمن يثبت الله الذين آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء عن الباراء بن عازب رضي الله عنه كما هو في الصحيحين أن هذه الآية يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة نازلت في عذاب القبر وسؤاله نعوذ بالله منه ويجيب القصة الصحيحة للملكين الذين يسألان الميت حينما يوضع في قبره فذلك هو التثبيت إن كان من المؤمنين الذين ورثوا الإيمان علما بشرع الله مما يعملون به وعلما بالله مما يورثهم الخشى وعلما بالناس مما يورثهم الرحمة فإذا سئله وقيل له من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في هذا الرجل الذي أرسل فيكم؟ فيقول جوابا عن كل سؤال أربي الله ديني الإسلام وهذا الرجل محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السبيل فيقال له من أين لك هذا أو بهذا؟ منين يجبت هذا الكلام؟ يقول قرأت الكتاب فآمنت وصدقت به ما يتصورش لنا بأنها جرام عريفة ذهنية يعني لك تحفظ هذا باء وانتهى الأمر إذا انت جاوب بها لا لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمعرفة الذهنية مش قضية حفاظه وركعر هدبا رأيك لك تقولها تما أبدا وإنما هو تثبيت من الله فمن ثبت الله أجاب ومن أضله ضل ويضل الله الظالمين هكذا الصلايا الذي لم يكن بقلبه خشية ولم يكن بقلبه حلم ولم يكن بقلبه ربانية ربك عوجل الفن ويعقيل منطقه فلا ينطق بشيء من هذا وإنما يقول إذا سئل كما في نص الحديث آه آه لا أدري وإنما يثبت من ثبته الله لأن الفعل منسوب فيه ومسند إلى الله فعله فهو الفاعل في الفعل يثبت الله ما شيء واحدة أخر ما شيء الزكرة ديال ما شيء الحفاظ ديال ما شيء الفهم ديال ما شيء العلم المجدين مجرد ديال أبدا وإنما هو العلم بالله يثبت الله لا غيره من الذين آمنوا الذين آمنوا بالقول الثابت الثابت في كتاب الله عن رسول الله في الدنيا كما هو نازل في القرآن الآن في الدنيا كما نعرفه الآن في الدنيا ويثبت عليه القلوب هداية واستمرارا في الخير في الدنيا وفي الآخرة وأول عتبة الآخرة في القبر وذلك أول الاستداتي فلا يثبت إلا مثبته الله جعلنا الله وإياكم من الثابتين المثبتين على الحق المبين اللهم اجعلنا من السوابين اجعلنا من المتطهرين واغذر لنا وللمؤمنين اجعلنا من عبادة الصالحين وزوما